و هي صلة المبرد بثعلب عرفنا كيف بدأت هذه الصلة كانت بداية لا توسر بخير عندما جلس المبرد في المسجد و أرسل إليه ثعلب بعض طلابه لكي يفضوا حلقته أرسل إليه الزجاج و ابن الخياط لكي يفضوا حلقته فبقي الزجاج و لم يعد كانت هذه هي أول صلة بين المبرد و بين ثعلب و صارت هذه الصلة متوترة و صار بينهما قصومة مشهورة و بينهما خلاف مشهور لم يكن متفقين أولا المبرد بصري و ثعلب كوفي يعني مبرد على مذب أهل البصرة في النحو و ثعلب على مذب أهل الكوفة و بين البصريين و الكوفيين خلاف طويل و مشاكل كثيرة ثانيا هما متعاصران و كلاهما في بغداد ثالثا كلاهما من أصحاب صنعة واحدة و هي صنعة العربية و النحو فطبيعي أن يقع بينهما هذا التنافس و هذا الخلاف رابعا و هو سبب مهم جدا أن المبرد كان موصوفا بالبلاغة و بالفصاحة و بحسن البيان و بالظرف و بإرادة الأشعار و الطرائف و الأخبار الجميلة بينما ثعلب لم يكن موصوفا بذلك لم يكن موصوفا لا بالفصاحة و لا بالبيان و لا بالظرف بل أنه يروى عن الثعلب أنه كان يتبسط في حديثه جدا يعني لا يحلص على البيان و على الفصاحة حتى أنهم يقولون أنه كان إذا دخل على تلاميذي و قاموا إليه يقول أقعدوا أقعدوا بفتح الهمزة أقعدوا مع أن الفصاحة يقول أقعدوا لكنه كان يتحدث كما يتحدث للعامة بل يقول أنه كان إذا كتب كتابا إلى السلطان أو غيره يكتبه كتابا كأنه من العامة ليس فيه بيان و ليس فيه بلاغة فهذا سبب رابع يجعل الخلاف بين المبرد و بين الثعلب كبيرا لأن الناس سوف يذهبون إلى المبرد صاحب البيان و صاحب البلاغة يقول الأزهري في مقدمة كتابه تهذيب اللغة و هي مقدمة نفيسة جدا من المقدمات التي ينبغي أن تقرأ و أن تدرس دراسة جيدة يقول الأزهري في هذه المقدمة مقدمة تهذيب اللغة يقول أجمع أهل الصناعة من العراقيين و غيرهم أنهما يعني ثعلب و المبرد كان عالمي عصرهما و أن ثعلب كان واحد عصره و كان محمد بن يزيد المبرد أعذب الرجلين بيانا و أحفظهما للشعر المحدث و النادرة الطريفة و الأخبار الفصيحة و كان من أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحو و مقايسه فشيء طبيعي أن يخشى ثعلب من انصراف الطلاب إلى المبرد بسبب هذا البيان و ذلك الظرف و لا عجب أن صارت المنافسة و الخصومة بينهما مضرب الأمثال حتى أن أحد الشعراء يقول كفى حزنا أننا جميعا ببلدة و يجمعنا في أرضها شر مشهدي و كل لكل مخلص الود وامق و لكنه في جانب عنه مفردي نروح و نغدو لا تزاور بيننا و ليس بمضروب لنا يوم موعد فأبداننا في بلدة و التقاؤنا عسير كلقيا ثعلب بالمبرد يعني يقول لأخيه أو لحبيبه أو لحبيبتي أننا في بلدة واحدة و لا نلتقي كأننا ثعلب و المبرد فكان الثعلب و المبرد لا يكادان يلتقيان إلا على الطريق إذا التقي في الطريق يقفان و قد يسألان بعضهما بعضا في مسائل العلم لكن ثعلب كان يكره الاجتماع بالمبرد أمام الناس أو في الملأ أو عند الخليفة أو عند السلطان لأنه يعرف أن الناس سوف يعني يلتفتون إلى المبرد أكثر منه يقول قيل لأبي عبد الله الدين وري و وقتا ثعلب يعني زوج بنت ثعلب قيل له لماذا يأبى ثعلب الاجتماع بالمبرد لماذا يكره الاجتماع به أمام الناس و عند الخليفة قال لأن المبرد حسن العبارة حلو الإشارة فصيح اللسان ظاهر البيان و ثعلب مذهب و مذهب المعلمين فإذا اجتمع في محفل حكم للمبرد على الظاهر إلى أن يعرف الباطن الناس سوف يحكمون للمبرد على الظاهر إلى أن يعرفوا علم ثعلب و فضله إلى آخره طبعا انتقلت هذه القصومة إلى تلاميذ المبرد و تلاميذ ثعلب فألف الزجاج و ابنه درستوي كتابا في الرد على ثعلب و جاء أبو بكر بن الأنباري و ألف كتابا في الانتصار لثعلب و هذه الردود و إن كان أصلها للخصومة إلا أن كانت فائدته على العلم و على الأدب كبيرة ففيها مع أنها كتب ردود إلا أنها كانت حافلة بالعلم و بالأدب و بالتحرير للمسائل فعادت بالفائدة على العلم و على الأدب و على أهل العلم ترجمة نانسي قنقر